اهلا بكم الى حلقة جديدة من المساء اليمني خرج مئات المتظاهرين اليوم في مديرية حيس احتجاجا على استمرار الحوثين قطع طريق حيس الجراحي للعام الخامس على التوالي رغم قيم الشرعية بمبادرة فتحه من طرف واحد اتضمن فتح هذا الطريق في اتفاق ستوكل الا ان الفريق الاممي في الحديدة لن يمارس ضغطا كافيا على الميليشيا لفتح شريان حياة لالاف المواطنين الذين يتنقلون ما بين محافظتي تعز والحديدة حيث يضطر المسافرون واصحاب البضاء الى سلوك طريق بديل يكلفهم ساعات طويلة بدلا عن 25 دقيقة من الطريق الرسمي الذي يقطعه الحوثيون يستمتع الحوثيون بمضاعفة معاناة المواطنين فطريق حيس الجراحي ليس الطريق الوحيد الذي يقطعونه بلا مبرر وهناك ايضا طريق الحوبان تعز ومريس دمت وكذلك الطرق في البيضاء يتعمدون من خلالها اذلال المواطنين ومضاعفة معاناتهم كل ذلك امام مرأة ومسمع من المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الى اليمن فالى متى ستستمر هذه المعاناة يا ترى؟ دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لكم احتجاجات شعبية واسعة عبر عنها مواطنون غاضبون من استمرار الحوثيين قطع طريق حيس الجراحي للعام الخامس على التوالي هذه الوقفة خارقت فيها تهامة بقضها وقضيضها لتقول للعالم ان الحصار قريمة انسانية وعلى الامم المتحدة ان ترعى قراراتها وتضغط من اجل تنفيذها وترفع التعصفات على المواطنين المسافة التي كان يقطعها المواطن من حيس الى الجراحي 10 دكائق فقط 27 كيلو لكن الان مضطر المواطن ان يقطعها 48 ساعة المحتجون حملوا الامم المتحدة وبعثتها في الحديدة مسؤولية الضغط على الحوثيين لفتح الطريق ذات الاهمية الانسانية القصوى تبلغ المسافة بين حيس والجراحي قرابة 25 دقيقة لكن هذه الصورة توضح من خلال الخط الاحمر طوال الطريق البديلة التي يسلقها المواطنون وسائق البضائع باتجاه تعز مرورا بجبل رأس ثم عبورا من مديرية العدين وبعد ان كانت الطريق قرابة نصف ساعة باتت ساعات طويلة ولم تستطيع زيارته بسبب اغلاق الطرقات فنحن اليوم نطالب البعثة الأممية لها بعثة أون مهاي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط على هذه الميليشيا بتطبيق اتفاق استوك هولم الذي نصح بنوده على فتح المعابر والطرقات في جميع الجمهورية اليمنية وهذا حق كفله القانون الدولي والمحلي عدو مجلس القيادة طارق صالح جدد اليوم مبادرة فتح طريق حيس الجراح من طرف واحد وأطلق ناشطون هاشتاج فتح خط حيس الجراح ضرورة إنسانية للفت أنظار العالم لما تقوم به ميليشي الحوثي من حرب ضد الشعب اليمني ضاربة عرض الحائط بكل المناشدات الدولية والجهود الأممية لفتح الطريق المغلقة في مختلف المدن اليمنية دون أدنى مبرر يقطع الحوثيون أوصال المدن من تعز إلى دمت إلى حيس ومن الجوف إلى نهمة للتفنن في تعذيب المواطنين في حياتهم المتعبة أصلا أهلا بكم مشاهدين الكرام وأرحب بالضيوف الذين سيكونوا معنا خلال هذه الحلقة بداية أرحب بالصحفي مصعبة عفيف مساء الخير أهلا مساء الله مرحبا وأرحب بالضيوف الذين سينضمون معنا لاحقا أستاذ عبد الرحمن برمان مدير التنفيذي المركز الأمريكي العدالة وكذلك الأستاذ رفعة غليسي القيادة في حزب الإصلاح الذي سيكون معنا عبر الهاتف فأهلا بكم جميعا بداية المصعب كيف تتابع استمرار إغلاق ميليشيا الحوثي لطريق حيس الجراحي بهذا الشكل؟ نعم بكل اختصار لم يبقى أي مبرر لدى جماعة الحوثي إغلاق هذه الطريق توقفت المعركة كان لدى الحوثيين مبرر إغلاق هذه الطريق بأن القوات الحكومية في 2017 بدأت عملية عسكرية نحو مدينة الحديدة قامت بقطع هذه الطريق وزراعة الألغام بكميات مهولة وغير معقولة ما بين مديريتي حيس والجراحي وأيضا قامت ببناء الخنادق لكن القوات الحكومية لم تلجأ إلى هذه الطريق طريق رئيسية طريق دولي مهم يربط ما بين الحديدة وتعز أكبر تجمع سكاني في اليمن تقريبا أكثر محافظتين من حيث عدد السكان وأيضا طريق يربط ميناء الحديدة ميناء حيوي ببقية المحافظات المهمة مثل تعز ووصولا حتى إلى عدن عبر هذه الطريق القوات الحكومية لجأت إلى الطريق الساحلي والجميع يعلم ووصلت إلى داخل مدينة الحديدة اليوم انسحبت القوات المشتركة توقفت المعركة تماما لم يبقى أي مبرر لا يوجد أي مؤشر إلى أن القوات المشتركة أو التحالف ينوي حتى لشن أي عملية عسكرية مستقبلا نعم بأكد هذا ما هي الأسباب التي تجعل من الميليشيا تستمر في هذا نعم هي نفس الأسباب التي تجعل الحوثيين يحافظون على بقاء الألغام في مناطق كثيرة إلى اليوم المعركة توقفت لم تنزع الألغام إلى اليوم ولم تفتح الطرق إلى اليوم محاولة لابتزاز الناس لتعذيب الناس وممارسة يعني مضاعفة المعاناة على الناس أيضا محاولة لاستخدام هذه الطرق وهذا الملف لورق يعني للمقايضة باعتبار نعم هم يستخدمون للأسف الشديد هذه العصابة تستخدم الأوراق الإنسانية التي لا يجب ملفات إنسانية لا يجب أن تخضع للابتزاز يتم النفس هو نفس المبرر والسبب لعدم فتحهم طرق مدينة تعز مثلا هذا أحد الطرق والذي يعني حاصل تعز من خلاله أيضا طبعا هو أيضا هذا ليس الهدف منه فقط حيس والخوخة الآن نعم التعز هي الهدف الرئيسي أيضا من قطع هذه الطريق هذا الطريق يربط ميناء الحديدة ونحن نتحدث عن ميناء الحديدة وميناء حيوي خاصة الآن بعد سماح له سفن البطاعة أيضا الطريق ما بين ميناء عدن وتعز مشقة وطويل بينما الحديدة قريبة على يعني 330 كيلو تقريبا من ميناء الحديدة إلى داخل مدينة تعز كان الطريق قطعوا هذه الطريق وهذا نعمل أنواع الحصار على تعز أيضا وعلى مديريتي حيس والخوخة أبناء الخوخة وحيس كانوا إذا يريدون تسويق بضائعهم وزيارة الأسواق نحن نعلم جنوب الحديدة أكبر تجمعات يعني سكانية موجودة في مديريتي بيت الفقه زبيد والجراحي يعني ثلاث مديريات وليست مديريتين وفيها أكبر أسواق وفيها يتم التسويق للثروة الحيوانية التي يعتمد عليها معظم أبناء الحديدة وأبناء تهامة كان ربع ساعة 15 دقيقة ما بين حيس والجراحي لتصل إلى سوق الجراحي وبإمكانك من الجراحي الذهاب إلى محافظة إب عبر طريق العدين وبإمكانك من الجراحي أن تنطلق نحو المديرية الجنوبية وصولا إلى مركز محافظة الحديدة اليوم أبناء حيس والخوخة الذين هم على بعد 15 دقيقة يقطعون هذه الطريق في 36 ساعة مرورا بطرق فرعية وعرة من جنوب وغرب تعز مرورا بإب والعودة إلى الجراحي 15 دقيقة تقضيها في 36 ساعة مقابل 150 إلى 200 ريال سعودي تدفعها يعني ما يعادلها باليمني مقابل أن تصل إلى تزور أهلك لبن تدفع هذا تدفع لساعة الأجرة الذين ينقلونك من مديرية حيس عبر طرق فرعية ووعرة يعني مواصلات نعم ومبرر هذا المبلغ لأنه المسافة طويلة المسافة طويلة ومدة السفر طويلة أيضا يعني مخاطرة كبيرة أن ينقلك ناكل الأجرة من الحيس إلى الجراحي بشكل عام المشكلة ليست الآن في الحوثيين المشكلة في هذه البعثة الأممية التي تمثل المجتمع الدولي والموجودة في الحديدة والتي موجودة من اتفاق السفر حلم ولم تقدم شيء نعم هذه البعثة إلا قدمت ماذا قدمت هذه البعثة؟ تسهيلة منعت المعركة منعت تحرير الحديدة بمبرر ماذا كان؟ المبرر الإنساني توقفت هذه المعركة واستمرت الأوضاع الإنسانية في التداعي أكثر بل تضاعفت معاناة المواطنين ألم يكن الخوف من المعركة هو الهم الإنساني وما سيحدث إنسانيا؟ كانت شعار الإنساني هو ما رفع حينها نعم أين ذهبت هذه الشعارات؟ شعار المعاناة الإنسانية؟ أين ذهبت؟ بل على العكس تماما إذا ما قمنا بتقييم الوضع الآن إذا كانت سمحة باستمرار المعركة نحن نتحدث عن معركة كانت على أبواب ميناء الحديدة لم يعد يعني تجاوزت المعركة كل التجمعات السكانية حين لجأت القوات المشركة إلى الخط الساحلي هي تجنبت مسألة الدخول في معارك المدن الكبيرة بيت الفقه والجراحي وحيس وزبيد ووصولا إلى كيلو 16 والحديدة وصلوا عبر الخط الساحلي كان ربما لا يذكر عدد الضحايا الذين سقطوا لا يذكر منذ انطلاق القوات المشتركة من الخوخة ووصولا إلى أبواب ميناء الحديدة وإلى حي 7 يوليو ذكرت الأمم المتحدة والبعثة الأممية هذا الملف الإنساني وأنه أين الملف الإنساني؟ اليوم كل يوم يقتل لدينا العشرات من أبناء الحديدة إما بالألغام وإما بهذه الطرق أن الناس لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات الكبيرة في المدن وفي مدينة الحديدة الناس الآن تلجأ إلى الذهاب عبر البحر من أجل أن تصل إلى مديريات الشمال الضحي والزيدية والصليف يعني وحتى مدينة الحديدة تستخدم وسائل بحرية قوارد وبعد تصريح وإذن تستأذن أولا جهة من القوات التي يقودها طارق صالح المسيطرة على البحر من جهة الجنوب وأيضا تأخذ تصريح وإذن من الحوثيين حتى تصل وغالبا لا يستطيع المواطنين العاديين التنقل عبر البحر يعني تستخدم لنقل بضائع والتجار وبعض الحالات يعني لنقل الانتقال من حيس عبر البحر إلى المديريات الشمالية التي هي شمال الحديدة مثل الزيدية والضحي والصليف الساحلية واللحية الآن الوضع الإنساني تفاقم بشكل كبير لم نرى هذا الضغط الدولي الذي رأيناه في ملف على سبيل المثال سفينة سافر تم حل القضية ملف شائك وكانوا معقد حلته الأمم المتحدة حين وجد أولا جدية وأيضا الأمر لا يتعلق باليمنيين فقط يتعلق بمضر بحري وفيه كثير دول متضررة لذلك أغلقوا هذا الملف بشكل سريع سأعود إليك مصعب ولكن بعد أن ينضم معنا الأستاذ رفحة غليسي القيدي في حزب الإصلاح بالخوخة ويتضم معنا عبر الهاتف مساء الخير أستاذ رفحة مرسى النور كنتم بوقفة احتجاجية وتضمنت بيان ما هي أبرز مطالبكم التي تضمنها هذا البيان لعل أبرز المطالب التي تجلت من كل المكونات التي حضرت الفتحة لهذه الطرقات التي صارت تمثل عرائق وعراقيل ومعاناة مادية وصحية ونفسية الترقل ما بين المدريات التهانية بعضها البعض فمثلا من مدريات تسئل الجراحة الأمر لا يستغرق سوى رب ساعة عشرين دقيقة لكن أصلح الآن يستغرق ساعات ساعات إلى جانب الطريقة غير الممهدة التي يعني تتعب الأبدان والأجساد وبالتالي طرق وبالتالي أيضا المكوناتها مابديا هذه منظر أهم الشروط إلى جانب التأمين التأمين العشكيين صح التعبير لجانب الألغام التي قد تكون المجلسية الفتحية الزرعتها في هذه الطرق المطبعة من أساسها نعم من هي الجهة التي خاطبتوها في البيان أستاذ رفعت كان الخطاب مجه إلى جهتين المجتمع الدوري المتمثل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعلى وجه الحصوص للأدول الخامسة الدائمة الأضرية والميليشية الحركية نسها لكن ليس بخطاب استجداء إنه كان الخطاب خطاب استعلاء وكما يقال يعني بلغ السيل الزبا فصارت مع المواطنين لا تفرق الأمم السنوات المعاناة تفاقمت مع المواطنين على حد سواء فكان الخطاب الأهم والأبرز هو إلى المجتمع الدولي الذي ربما قد يكون مورس عليه التضليل الإعلامي الحوثي وهذه تعتبر مهزة إن كان فعلاً المجتمع الدولي تم تضليله نعم هل يعقل خلال ثبن سنوات لم يكتشف هذا التضليل وخاصة أن نحن نتحدث عن وجود بعثة أممية يفترض أن تعي الوضع هذا سؤال جيد جداً يعني فأنا لكن هو المعروف عن الأمم المتحدة أنها في معظم سياسات هناك أيضاً تجار الحروب من خارج أربية الأمم المتحدة قد يلعبون في الأخير نصارات حسم الحروب في هذه الأمور للجانب الوجه الأبرز للأصابع الحرسية الذي له أيضاً أي عادي خفية هناك قد تحيط هذه الأمور نعم إذن لو تحدثنا عن أبرز الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوتي بحق السكان المدنيين أستاذ رفعت من أي جهة يعني في قطة طرق يعني سواء في الطرق زراعتها بالألغام يعني تحدثتم في البين أنه حتى الآبار تم زراعتها بالألغام نعم لما قبل أسبوع في إحدى الأزل القريبة من مديرية حيث التي تبقى من أرية تم تفجير لغم بطفراء الأغرام ومزرق أشلاء أيضاً قطع الطرقات هذه فيها من المعانا الشيء الفضيء المعانا المادية المعانا الصحيح أيضاً المعانا الاجتماعية يعني وصد تفرقت ما بين نزوح في المديريتين ولا تستطيع أن تصل إلى بعضها البعض مثل مناسبة الأحزان أو مناسبة الأطراح وإن وصلت تصل بعد جهدين جهيد بساعات ومكلفة المادية ومعانية وصحياً أيضاً تفجير المدارس في عزلة الدين التي تبقى شمال شرق ومزرق في تلخوخة عندما بدأت القوة الشرعية بتطهير هذه المنطقة استفقتها البينيشيات الفلسفية بالتفجير ثلاث مدارس في آن واحدة هذه من ضمن بعض الممارسات والانتهاكات التي تمارسها صعبات الميليشيات الفلسفية ما هي خياراتكم أستاذ رفعت أمام جبروت الحوثي أمام صمت المجتمع الدولي أمام عدم تعاون البيعثة الأممية ورؤيتها كما يجب للأحداث ما الذي بيدكم طبعا دائما إرادة الشعوب لا تقر مهما طال الزمن أو قصر إرادة الشعوب لا تقر والعلى الرسالة اليوم كانت قوية جدا جدا ربما الثلاثيون لن يحسبوا حساب مهما طال المدى وكان خذلانا المجتمع الدولي أو كان خذلانا الجوار رغم ما قدموه من بذل وعطاء وحناية لكن تبقى إرادة الشعوب هي الأقوى اليوم المواطنون العاديون كانوا هم مقدمة الصفوف كانوا هم وقود الوقف اليوم نصح التأليم مهما طال المدى فيكون الشعب كلمته الفاصلة طال الزمن أو قصر وستزال هذه العوائق وهذه الحوائق المصطرعة من قبل 30 أفضل نعم إذن شكرا جزيلا لك رفاة غليسي القيادة في حزب الإصلاح بالخوخة كنت معنا عبر الهاتف واسمح لنا مصعب أنت أستاذ المشاهدين أن نرحب أيضا بيال أستاذ عبد الرحمن برمان والذي ينضم معنا عبر سكايب مساء الخير أستاذ عبد الرحمن مساء الخير لك وضيوفك والمشاهدين جميعا أهلا بك أستاذ عبد الرحمن استمعت لحديث الأستاذ رفاة غليسي وهو أحد الموجودين والمتظاهرين ضد ما تقوم به ميليشي الحوثي من قطع الطرق منذ سنوات ما تعليقك على ما تحدث به هو بداية نود أن نؤكد على أن حق الإنسان في التنقل أكدته كل الشراعي السماوية وكذلك أيضا هو يعتبر من الجيل الأول وأبجديات أول من أبجديات الحقوق والحريات وهو من الجيل الأول للحريات الأساسية التي أسست وهي سميت فيما بعد بالحقوق المدنية والسياسية أيضا هناك الاتفاقيات الدولية أكدت على هذا الحق فبداية من العلال العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 من العلال العالمي وكذلك أيضا المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضا الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأمريكية لحقوق الإنسان كلها أكدت على هذا الحق ثم يأتي الدستور اليمني في المادة 57 من نص الدستور التي نصت على أن حق التنقل المواطنين داخل أراضي الجمهورية اليمنية حق مقفول لا يمكن تجييده إلا في الظروف التي يحددها القانون وذلك من المقضيات السلامة وأمن المواطنين وبذلك نحن نرى بأن ما يحدث اليوم هو احتراق لكل ما ذكرت تابقا سواء احتراق للقيم الدينية والنصوص الدينية وهذه الجماعة المسلحة هي ترفع شعارات دينية وكذلك أيضا هي يعتبر أيضا خرق للمواثيق الدولية وجماعة الحوثي عند استيلاها على السلطة أكدت في بيان رسمي لها على أنها ملتزمة بكل المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية بل أن أي جماعة مسلحة هي ملزمة رغما عنها تنتزم بكل القوانين التي اتفقت عليها الأمم الشعوب إذا نبقى معنا أستاذ عبد الرحمن أعوذي لك مصعب برأيك لما لا يوجد ضغط دولي حقيقي كما تفضلت كما حين أراد المجتمع الدولي حل مشكلة صافر حلها وإن طالت المدة الآن لما لا يوجد ضغط حقيقي على الميليشيا لفتح الطرق وإنها حالة العقاب الجماعي التي تمارسه الميليشيا ضد أبناء الحديدة وأيضا أبناء تعز نعم في الحقيقة هذا السؤال يطرح على البعثة على المبعوث الأممي الذي يتولى الآن ملف المفاوضات السياسية في اليمن لكن تفسير بسيط يعني كما قلت لك لأن ملف سفينة صافر كان مرتبط بأكثر من دولة ومرتبط بإقليم كامل ومر بحري يهم الكثير ليس الليمنيون فقط من سيتضررون مما سيحدث كان لسفينة صافر لذلك رأينا هذا الحال التحرك الدولي الآن تشعر أن المجتمع الدولي طريق أو محافظة لا تعنيه يعني بذلك القدر حتى وأن رفع شعار القوم أو أصدر بيانات مثلا ضاغطة أو كذا لا يوجد ضغط حقيقي لو كان هناك ضغط حقيقي على الحوثيين لكنا رأينا تقدما في ملف على الأقل الطرق ومدينة تعز المحاصرة وهي التي تضم ملايين البشر داخل المدينة أيضا في الحقيقة هناك عجز وفشل حكومي يؤدي إلى هذا يصال الصوت وتشعر أن المجتمع الدولي يعني تراخل المجتمع الدولي هو نتاج لتراخل حكومة الشرعية لعدم قيامها بالواجب نحن كنا في السابق وأنا كنت لا أريد أن تحدث عندي النقطة لكن كان هناك تيار دائما يتحدث على أن الحكومة الشرعية هي من وقعت اتفاق السوكولم وهي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن يعني إلغاء أو عدم تحرير الحديدة كان دائما الخطاب بهذا الشكل وبشكل واضح كانت التيارة الذي يمثل المقاومة الوطنية والقوات المشاركة بقيادة طارق صالح كانوا دائما يقولون نحن مقيدين ونستطيع أن نحرر الحديدة لكن حكومة الشرعية وقعت اتفاق السوكولم اليوم طارق صالح يتواجد في مجلس القيادة وهو أعلى هيئة حاليا تدير البلاد اليوم أنتم أصحاب القرار والجميع مشاركين في هذا المجلس ما الذي ستفعلونه الآن أمام الحوثين للضغط عن الحوثين لديهم الكثير من الأوراق طبعا هناك الكثير من الأوراق تحتاج فقط إلى شجاعة إلى جرأة إلى أن تدخل أن تشعر بأنك ند لهذه العصابة لهذه الجماعة الشعور بأنه لا ننتظر الموافقة والإذن من الجوار ولا من الأشقاء مش دائما الأشقاء يقدموا لك حلول وهي تدخل في كل قضية وفي كل ملف يعني لابد أن يكون لنا إذا كانت يعني قد قررنا الآن التوقف عن القتال بيننا البين توقفت البندقية على الأقل لا تتوقف الآن الشغل السياسي العمل السياسي الآن والدخول في مفاوضات مع هذه الجماعة عبر أي ملف استخدام أي ملف لفتح الطرق هم لديهم أيضا يعني حاجة لبعض الطرق لفتحها أيضا استخدام أي ملف أي وسيلة لا تعدم الوسائل في التفاوض مع هذه الجماعة حتى تفتح الطرق وتحل ملف إنساني لكن هناك عجز لدى الحكومة الشرعية وأيضا لا مبالاة تشعر بالتكال وانتظار القرار من الخارج سنتحدث عن الأوراق التي تحدث عنها وأنها كثيرة لدى الحكومة لكن بعد أن أسمع رائل الأستاذ عبد الرحمن برمان في مسألة تراخي المجتمع الدولي أمام قضية مهمة مثل قضية الطرق وحصار المدنيين التي تمارسهم من الإشاءة الحوثية نعتقد أن ما يحدث اليوم في اليمن هو تعبير واضح على فشل المجتمع الدولي في فرض القرارات الدولية وأيضا كل القرارات التي اخذت عبر المجلس الأمن الدولي وكذلك الاتفاقية التي وقعت بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي وبإشراف أممي هذا فشل كبير جدا نحن أيضا لا بد أن كما ذكر الأستاذ من قبل أن الحكومة اليمنية تتحمل الجزء الأكبر في هذا الإهمال وفي أيضا تراغي المجتمع الدولي نحن لدينا اليوم المواطنين لمن يعيشون حالة بين مريشيات تتعمد إيذاءهم تتعمد تضييق كل وسائل الحياة الكريمة وتضييق كل منافذ العيش عليهم ولدينا أيضا بين حكومة لا تعيش معاناة المواطنين ولا تعيشها ولا تشعر بالألم الذي يعيشها لدينا أغلب مسؤولية الحكومة هم عايشين في خارج اليمن هم لا يشعرون بالألم الذي يشعره المواطن ولا يرون تلك الوجوه التي تتعلم وتلك الأصوات التي تأن نحن نرى أنه في قضية التنقل وحق الطريق إذا كان المجتمع الدولي عاجز أن يوفر للمواطن اليمني الطريق آمن يمر من خلالها لا أعتقد أنه سيوفر له سلام عادل ولا أعتقد أنه سيوفر له دولة بالحرية بشكل عام وأنه سيكون هناك يعني اتفاقية حقيقية لإيجاد دولة حقيقية ومؤسسات إذا كانت أبسط الأشياء التي لا تؤثر على الوضع القانوني للجماعات المسلحة لم يستطيع المجتمع الدولي يعني ما الذي سيتضرر الحوثيين عندما يفتحوا طريق تعز الحديدة أو طريق دم قاطبة أو طريق جوف المارب صنعة ما الذي يتضرر الحوثيين عندما يفتحوا هذه الأماكن لكنه عملية التعنت عملية أيضا استمرار الحوثيين في أنهم لا زالهم من يمتلكون المبادرة في فرض الواقع الذي يعيشها اليمنيين لا يستمرون في هذا الأمر دعيني فقط أن في أسبوع الماضي أنا التقيت هنا في أمريكا بأحد الشباب سافر إلى اليمن للزواج وأن تقل بالحمار في الطريق بين قاطبة ودمت أن تقل عن طريق الحمير بشنطاته قاربة بأهله كلهم على الحمير كان يتحدث في مكان والناس مذهولين حتى أنا صدمت لما أتوقع أنه أصبحت الحمير وسيلة من وسائل التنقل في بعض المناطق يعني البعثة الأمريكية موجودة هناك لماذا لا تشاهد لماذا لا يصل صوت الناس يعني الأمر محير حقيقة هل يعقل يعني أنا لا ترى كل ذلك لا تسمع لا تشعر بالمواطنين لا أعتقد ذلك كل هذه المعلومات موجودة لديهم لكن يعني أنا أعتقد لا يكترثون كثيرا لأمرنا يعني نحن في اليمن نعيش هذه المعاناة وشعبنا يعيش هذه المعاناة لا يكترثون كثيرا وخصوصا أنه ليس هناك ضغط كبير يشكل على الأمريكان يعني الدبلوماسية أو على الربين الدبلوماسية اليمنية ضعيفة الحكومة اليمنية تعمل بضعف شديد الحكومة اليمنية تقبل بكل التنازلات لذلك عندما يتنازل الحكومة اليمنية تتنازل عن حقوق شعب يتنازل عن حقوق المواطنين وبذلك تظل الجماعة الحوثية التي تفرض أجندتها في ظل هذا التراقي الحكومي هذا التراقي الرسمي وكذلك أيضا القبول من قبل المجتمع الدولي بما تفرضه ميليشيات الحوثي دون أن يتقذ هناك إجراءات رادعة أنا أعتقد أن المجتمع الدولي قادر على أن يفرض واقع آخر في اليمن لكنه لم يتحرك حتى هذه اللحظة بتحركات جدية وإنما هي تحركات عادية جدا لا تتقي إلى مستوى المأساة التي تعيشها اليمن نعم إذن بالعودة إليك مصعد تحدث عن وجود أوراق عديدة لدى الحكومة إذا أرادت استخدامها مثل ماذا؟ نحن نعلم الآن المشكلة أن الحكومة تخلت عن الأوراق التي كانت تمتلكها من ضمنها ميناء الحديدة والقيود التي كانت تفرض على جماعة الحوثي من الأسف الشديد تحول ميناء الحديدة من ملف ورقة بيد الحكومة الشرعية إلى ورقة بيد التحالف وبيد السعودية تحديدا تفاوض الحوثيين عليه يعني اليوم قدم التحالف والسعودية تحديدا الكثير من التنازلات للحوثيين فيما يخص مطار صنعاء وأيضا من الأوراق التي كانت مطار صنعاء كيف تفتح مطار صنعاء وتفتح ميناء الحديدة قبل أن يفتح الحوثيين الطريق وطرق تعز كان هكذا الاتفاق تفتح طرق تعز مقابل أن تفتح مطار صنعاء كيف حقق الحوثيون هذا الإنجاز هذا التقدم فيما يتعلق مطار صنعاء وميناء الحديدة في المقابل لم نشاهد أي تقدم في ملف الحصار في تعز كما قال الأخ عبد الرحمن الحكومة تقدم التنازلات والتنازلات وأنا لا أعتقد أن الحكومة صار لديها شيء لتقدمها حتى للتنازل الآن كل الملفات والأوراق وضعت بيضها في سلة التحالف لذلك التحالف لن يأتي لك بحلول جاهزة هو يفكر منطلق مصالح الدول مصلحة السعودية ومصلحة الإمارات سيتفاوضون بهذا الشكل لن يفكروا في مصلحتك الآن يتعاملون الآن يتفاوضون مع جماعة الحوثي منطلق مصالح هذه الدول لذلك للأسف نحن نعيش بين عصابة عصابة وأقدر تجمع لأقدر ما أنتجته السياسة والحرب في جماعة الحوثي وأيضا في المقابل للأسف لدينا مجموعة من الانتهازيين مجموعة من الذين يفكرون مصالحهم الشخصية فقط تشعرون فعلا أنهم منفصلون عن الواقع فعلا هناك ضعف يعني حتى على المستوى الدبلوماسي والإعلامي الرسمي وأيضا الفعل السياسي هناك ضعف الحكومة ضعيفة وخائرة قيادة عاجزة حتى عن فرض هيبتها داخل المناطق المحررة هي حتى عاجزة عن حماية القصر الذي تسكن فيه في عدن لذلك وضع المواطنيين اليمنيين بهذا الشكل وضعنا جميعا سيطول بهذا الشكل بهذه الصورة المأساوية لأننا نحن أمام عصابة لا تفهم ولا يهم مهم عناتك ولا من أنت يعني هي لا تفكر إلا في الجماعة وكيف تربح كيف تكسب في السياسة والمال وفي المقابل حكومة ضعيفة عاجزة عن مواجهة هذا الصلف الحوثي وأيضا رهنت كل قرارها للتحالف لذلك سنبقى ضحية لهذا الوضع وضع الحرب واللاحة نعم يعني كان وضع الحرب أنا أؤكد على هذه النقطة فيما يتعلق في الحديدة خلال فترة الحرب سنوات المعارك وهي كانت سنة سنة 2017 إلى 2018 كانت أكثر سنة فيها معارك انطلاقا من ذباب وصولا إلى الحديدة لو حسبنا لو يعني راجعنا إحصائيات سقوط المدنيين والضحايا لما وجدنا سقوط ضحايا ومدنيين كالذي يحدث اليوم يقتل أبناء الحديدة يوميا بالألغام كما قلت لك وبقطع الطرقات لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات ماذا فعلت هذه البعثة الأممية هذه البعثة الأممية الآن تتلقى ملايين الدولارات مقابل ماذا تقيم داخل سفينة سياحية في ميناء الحديدة قدمت غطاء سياسي منعت المعركة واستكمال المعركة عادت القوات المشتركة إلى حيث كانت في الخوخة الآن على الأقل هذه البعثة لماذا لم تقم بدورها في مسألة نزع الألغام إلى قبل أشهر تتلقى جماعة الحوثي دعم تخيلي أن الجماعة تتلقى دعم لنزع الألغام الجماعة التي زرعت الألغام تتلقى الدعم لنزع الألغام ألا يستطيع المجتمع الدولي والبحثة الأممية والمبعوثة الأممية أن يتولى هذا الملف الألغام في الحديدة وفي غير الحديدة كما تم في مسألة ملف الأسراء والمعتقلين حصل تقدم تم تبادل الأسراء والمعتقلين لماذا لم يتم تحقيق تقدم في هذا الملف ملف الألغام وأيضا ملف الطرق من حق الناس أن تعيش بما أن الجميع متوقف عن المعركة من حق الناس أن تعيش وتتنقل وعلى الأقل يستفيدوا قليلا من هذه الهدنة نعم بالعودة إليك أستاذ عبد الرحمن يعني اليوم خرج أبناء تحامة للاحتجاج على الوضع الذي طال وامتد لسنوات في هذا الحصار وطالبوا بفتح طريق حيس والجراحيم برأيك هل ما زال هناك جدوى لمثل هذه الاحتجاجات يعني إذا أنت قلت بأن المجتمع الدولي لا يعني ما الذي يعانيه اليمنيون الحكومة أيضا لا تقدم شيئا ولا تؤخر نعم أنا أعتقد أن هذه الاحتجاجات سيكون لها دور وإن استمرت وإن حصلت حرك في كل المناطق التي يوجد فيها حصار والتي يوجد فيها قطع للطرقات يعني أنا أتمنى أن نرى الاحتجاجات هذه برأيك في تعز في أكثر من تقريبا أسبوعيا هناك تظاهرات حول هذا الأمر والآن في حيس أعتقد أنه سيكون هناك انتقال لها وأتمنى من جميع المواطنين أن يخرجوا ويدعوا إلى يتظاهروا ويدعوا المجتمع الدولي إلى القيام بدولة يدعو الحكومة اليمنية والجهات الرسمية اليمنية أن تقوم بدورها في فتح هذه الطرقات يعني اليوم نحن ثمان سنوات وتعز محاصرة يعني أكثر من أربع مليون شخص محاصرين في تعز أغلى غذاء موجودة داخل تعز أغلى أدوية موجودة داخل التعز كل الأشياء في تعز أصبحت مدمرة المستشفيات المباني يعني كل شيء هناك مدمر وقطع الطرقات هذا يؤثر بشكل كبير جدا على حياة المواطنين هناك كثير من المرضى هناك كثير من الجرحة هناك أيضا تعتبر الجوع من أرفع المعدلات داخل اليمن في محافظة تعز بسبب الحصار لأنه يؤدي إلى أن يكون هناك أسعار المواد الغذائية مرتفعة في ظل غياب المرتبات في ظل أيضا إغذاء المؤسسات والشركات في ظل أيضا عدم قدرة الشركات الموجودة داخل التعز على تصريف البواد الغذائية التي تنتجها هناك إذن نحن بحاجة إلى أن يكون هناك أهبة من كل الأبناء المجتمع اليمنية وكذلك أيضا الإعلام يجب أن يساندهم وما تقوم بهاليوم هو عمل رائع جدا وكذلك أيضا المنظمات الحقوقية يجب أن يكون لها صوت من أجل إنهاء هذه الأزمة الإنسانية الخانقة اليوم المواطنين المحنوقين قطع الطرقات هو الخند للمواطنين هو يعني عملية موت بطي كثير من الناس ماتوا بسبب هذه الحواجز بسبب هذه الأماكن هناك ناس ماتوا بسبب عدم وصولهم إلى المستشفيات وأيضا عدم وصول الغذاء والدواء إليهم وناس آخرين ماتوا على هذه الحواجز وعلى هذه النقاط الأمنية لدينا كثير من الحالات قتلوا في هذه المناطق لذلك أنا أتمنى وأرجو من كل المواطنين أرفع صوتهم وكل الأحرار وكل أيضا السياسيين وأن تكون هذه غضيتنا غضية إنسانية حتى يتم رفع الحصار من كل الطرقات وتسمح اليمن خالية من كل هذه الحواجز نعم إذن أستاذ مصعب يعني كانت القوات المشتركة قد أعلنت أنها ستفتح الطرق من جهاتها وتم تجديد هذا الطرق لكن لم يستجب الحوثيون ولم يقوموا بأي خطوة ما هو المطلوب أكثر؟ بالتأكيد جماعة الحوثيين لن تسمح للقوات المشتركة أو لطارق صالح مثلا بتحقيق بطولة من هذا النوع وأنها مبادرة يعني هم لن يسمحوا بهذا الشكل وأنا لا أتفك أيضا مع هذا الإعلان لأنه الطريق مقطوع من عند الحوثيين مش من القوات المشتركة حتى تعلن فتح الطريق من جهتك كيف هي مقطوع؟ كيف أنها فقط مزرعة بالألغام أم أن هناك يعني؟ لا هناك ألغام وهناك أيضا خنادق وهناك أيضا خرسانات نفس الوضع الذي كان ما بين الطريق صنعاء والحديدة هنا كنت إلى اللحظة الأخيرة لمعركة الحديدة موجود كانت الطرق ما بين صنعاء والحديدة وهذا خط رئيسي قطعوا الحوثيون بشكل رهيب خنادق في الأرض وجلبوا حاويات من الميناء ووضعوها على الطريق الرئيسي وتركوا ممر فقط لعبور سيارة واحدة باتجاه واحد فقط تدخل سيارة والسيارة الأخرى في الاتجاه المقابل تخرج بعدها يعني وضع رهيب ومعقد حتى تمر وتصل أكثر من حاجز صبعا نعم حين تعلن الآن أنت فتح الطريق من طرف واحد أنت يعني تلعب إعلاميا فقط لأنه هذا الملف حساس ومهم ويجب أن تتفق فيه مع الطرف الآخر أنت مضطر بما أنك غير قادر على الانتصار عليه عسكريا وانسحبت أمامه دون أي معركة سلمت له الكثير من المناطق على الخط الساحلي على الأقل كان الخط الساحلي بإمكانه أن يعوض الأبناء الحديدة وحتى أبناء تعز مسألة سيطرة الحوثيين على المديريات الكبيرة زبيد وبيت الفقه كان بإمكان الناس أن يصلوا إلى المركز المحافظة وإن كان الحوثيين أيضا يغلقون الطريق لكن ربما هناك حل من واقع التجربة خلال سنوات الحرب أنه كان حين يفشل أطراف الحرب الحكومة والحوثي وأيضا التحالف في تحقيق أي تقدم في أي ملف كان دائما يلعب الدور القبلي والمجتمعي نحن اليوم ربما بحاجة إلى مبادرة من هذا النوع مبادرة قبلية ومجتمعية تنسيق ما بين مشائخ وقيادات قبلية في مناطق الشرعية ومناطق الحوثي كما يحدث أحيانا مع الأسرة نعم كما حدث في ملف الأسرة والمعتقلين حين توقف لسنوات كانت هذه المبادرات تنجح أعتقد أن هذه التجربة ممكن أن تنجح حتى الضغط الإعلامي لا يعني الحوثيين الحوثيون لا يلتفتون لا للإعلام ولا للضغط الدولي عصابة قد يعني لا يهمها نعم لا يهمها هي متحررة حرفيا من القانون الدولي ويدللها المجتمع الدولي هي لديها تجربة جيدة الآن مع المجتمع الدولي والآن هي ما تفرض شروطها نعم تفرض شروطها وتسيطر على الميناء حتى المساعدات التي يجلبها المجتمع الدولي تقوم بتوزيعها هي تتلقى المساعدات اليوم أصبح حتى السعودية التي كانت يعني تقود المعركة ضد الحوثيين أصبح اليوم النقاش والتفاوض ما بينها وبين الجماعة خارج إطار الحكومة لذلك يعني أنت الآن ليس كما قلت لك أنت غير قادر على هزيمة هذه الجماعة عسكريا أو انتزاع مكاسب سياسية عليك أن تدخل في اتفاقات يعني صغيرة لفتح هذه الطرق لتسهيل الحركة على الناس والتنقل الآن نحن في هدنة وفي حرب الناس غير مستفيدة من هذه الهدنة من هذه الهدنة ومن توقف المعركة الناس تعاني كثيرا تعاني معاناة شديدة في الحديدة وهذا ملف من الملفات التي قلت لك يعني لا يوجد أي دور حكومي فيها أبناء الحديدة ليست هذه معاناة ملوحيدة على سبيل المثال لدينا ملف آخرهم ملف الصيادين الذين يتم اختطافهم وتعذيبهم في السجون الإرتيرية اليوم وصلت مئة صياد وصل إلى مدينة الخوخة ماذا فعلت الحكومة في هذا الملف لم تصدر الحكومة حتى بيان حتى بيان سفارة اليمن في إرتيريا لم تصدر حتى بيان لم نسمع عن أي تحرك يتعلق كيف تم الإفراج عنهم بملف الصيادين يتم الإفراج عنهم بجهود يعني بجهود من جمعية الصيادين وبجهود أيضا ربما يكون للسفارة دور غير رسمي يتم التوسط لإخراج هؤلاء الصيادين مع أنه ملف لا يحق للسلطات الارتهاع اختطاف أي صياد يمني بحسب الاتفاقية يحق للصياد اليمني أن يبحر من الساحل اليمني إلى الساحل الارتيري ويتم اختطافهم من الممر الدولي وتعذيبهم طبعا ويتم الإفراج عنهم بعد أشهر من التعذيب وممارسته ملف مؤلم هذا شكل من أشكال الفشل فشل الحكومة حين تكون الحكومة عاجزة وضعيفة ولا توجد الإرادة أيضا لدى القيادة لتقديم أي حل إذا وجدت الإرادة رغم الضعف ورغم الآجز ورغم ضعف الإمكانات ربما يقدموا شيء إذا وجدت الإرادة متى ما وجدت الإرادة بإمكانهم حتى ولا أصدار الموقف يعني حتى لا يشعر اليمني بأنه يعني ليس لديهم من يحمي إذا نستاذ عبد الرحمن ما هي أكثر الطرق فعالية لإيصال صوت هؤلاء المحتجين ويعني الضغط حقيقة سواء على الحكومة لتتحرك أو على المجتمع الدولي ليظهر حسن نيته على الأقل نعتقد أنه اليوم في حيث كانت هي أول يعني أهم الطرق التي يمكن تحريك هذا الملف واليوم جعلونا كلنا نتحدث عنه وكل وسائل الإعلام اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن هذه الوقفة وعن هذه المظاهرة هذه هي النقطة الأولى يجب أن تستمر أيضا كذلك أيضا المنظمات الحقوقية يجب عليها أن تواصل إرسال المذكرات وأيضا إضاح وتعريف العالم بحجم المعاناة التي يعانيها المواطنين في اليمن بسبب قطع الطرقات كذلك أيضا يجب على الحكومة اليمنية أن تقوم بدورها كما ذكرنا سابقا وكما ذكر الأستاذة من قبل الحكومة اليمنية هي مقصرة بشكل كبير جدا يجب أن يكون هناك تحرك دبلوماسي عن طريق الخارجية اليمنية وأيضا وزارة حقوق الإنسان وأيضا السفارات يجب أن ومبعوثين اليمنين في المجلس الأمن الدولي في مجلس حقوق الإنسان وفي كل المنظمات الدولية هناك عدة انتهاكات تحدث المواطنين في هذه الطرقات من انهاء عملية القتل وانهاء الحياة زراعة الألغام منع وصول المساعدات ومنع وصول المواد الغذائية منع وصول المرضى كثير من الانتهاكات يجب أن ترسل هذه الانتهاكات ويجب أن تذكر ويجب أن يفتب عنها ويجب أن تضل حية في كل برامجنا وفي كل أنشطة ناس وأن كنا كإعلاميين أو كصحفيين أو أيضا كناشطين في مجال حقوق الإنسان وكون منظمات مجتمع مدني نعم إذن شكرا جزيلا لك الأساة المحامي عبد الرحمن برمان مدير التنفيذي المركز الأمريكي للعدالة شكرا لك أيضا الصحفي مصاب عفيف كنتم معنا في هذه الحلقة من المساعدة المانية وشكرا لكم أيضا مشاهدنا الكرام لحسمي متابعتكم لأن ألتقيكم في مساعدة المانية جديدة كونوا برعاية الإعلام ترجمة نانسي قنقر